التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع خالية العمل التي تم تشكيلها بناء على تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة وإدارة أزمة وفاة عدد من الحجاج المصريين وفي مستهل الاجتماع أعرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين مؤكدا لالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المحزن وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخالية إدارة الأزمة والذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجعوا إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية وأثبت التقرير أنه تم رصد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أي خدمات للحجاج ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب ترخيص هذه الشركات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أثر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة إلى 43 شهيداً بالإضافة إلى عشرات الإصابات وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال قصف عدة بنايات سكنية مأهولة بالسكان والنازحين في أحياء غزة وضيفاً أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت بنايات سكنية في مخيم الشاطئ وحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون وحي الدرج بمدينة غزة استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح الفلسطينية بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال المدينة وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر ما أصفر عن استشهاد أكثر من 37.551 مواطناً وإصابة 85.911 آخرين في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب وقيسرية للمطالبة بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل للأسرى وأوضحت صحيفة يدعوت أحرانوت أن المتظاهرين طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة مشيرة إلا أن مظاهرة تل أبيب هي الأكبر في المدينة منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي القدس تظاهر آلاف الإسرائيليين عند ساحة باريس وسط المدينة ضمن فعاليات المظاهرات المطالبة بإبرام الصفقة أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع مجموعات مسلحة في العراق استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أنه تم استهداف السفينة شور ثورن إكس باس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة قال الرئيس الأوكراني بلوديمير زيلانسكي أن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجود موجهة في أوكرانيا خلال يونيو منها حوالي 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد ودع زيلانسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها دون تأخير التمكن من تحقيق الاتفاقيات التي توصل إليها مع رئيس الأمريكي جو بايدن ألقت السلطات اليونانية القبض على 13 من أفراد طاقم وركاب يخت بعد إطلاق الألعاب النارية من المركب مما أدى إلى اندلاع حريق غابة في جزيرة هيدرا وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي ضمر جزءا من غابة السنوبر الوحيدة بالجزيرة في منطقة بستي النائية وتحضى جزيرة هيدرا الواقعة جنوب غرب أثينا بشعبية كبيرة بين الزوار الأجانبي والمسافرين على متن اليخوت انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى